بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاويه فهتري لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابيه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحده وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحده فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضيه في جنة عاليه قطوفها دانيه كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم فيما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكفرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر